احنا فهمنا كده من كلام نيفتك انه دي حاجة مكتسبة يعني احنا ممكن في بيتنا نربي بنت صغيرة تطلع فتاة متسلطة بعدين تبقى زوجة متسلطة بنعمل ايه بقى سايدنا نخلي البنت تاخد الصفة دي بس يا نانسي طالما هنتكلم عن الزوجة خلينا نمر بالمراحل المتعددة اول مرحلة اللي حاجة بتقولي دي بنت صغيرة في البيت بتتربى ازاي مفيش نقاش انه التسلط يرجع لأسباب متعلقة بالنشأة الاولى طبعا بمعنى عكس ما البعض متوقع العنف قد يؤدي الى ان الشخص يطلع متسلط يعني العنف ده يخلي الشخص بليد الحس وبليد في تفكيره وبطيء في تفكيره وخوافل في اخذ القرار يا اما يخليه نفسه يتمكن من حاجة عشان يعود اللي كان موجود فيبقى متسلط جد دي هي نقطة نقطة التانية اذا كانت البنت دي اكبر اخوتها وعطيت صلاحات صلاحيات وسلطات على اولادها بصورة زيادة فبقت ماما الصغيرة يعني وخاصة لما تبقى ماما بتشتغل ومشغولة وبابا بيتشتغل ومشغول وبالاكتر لما يبقى من اخوتها الصغيرين ولاد فتتسلط عليهم اكتر فتعلمت ان هي تؤمر وتنهي الولد تؤمر وتنهي الراجل ما هي هو ناردة طفل بس هي فيه فرق بينه ست سبع سنين ما هو بقى عنده 18 سنة بقى راجل لا ده بتحكمه هو راجل دي حتيجي لما تتجوز حيبقى وضعها ايه فده يولد شخصية متسلطة برضو في احيان كثيرة البنت بتطلع متسلطة تقمصا لشخصية ولدتها المتسلطة شبهها هو ده البيت اب ضعيف خانع مالوش رأي ولا فكره والامة اميرة انا هي وهي اللي بتحكم البيت كله فهنا حيان تجعانها ما فيش شك انها بتاخد سنة امها دي هي اللي هتعيش عليها احيانا النشأة في مجتمع معيد طبيعة المرأة فيه متسلطة يعني انا اتعمل تلفية العالم كتير مش قادر اقول اهل دولة يعني انا الدولة دي شفت بناتها في دول كتير انما لطبيعة الراجل وعلاقته ببيته خلى الزوجها هي اللي مسكة كل حاجة في البيت لانه هو تنوار مع اصحابه برا طبيعة البلد دي كده فالمرأة اللي طالعة من البلد دي وقده شخصية التسلط على كل البيت لانها هي اللي بتدوير البيت لأسباب سلبية في الراجل ودي حنقضها بعد شوية اذا في اسباب ترجع للنشأة بس الحقيقة ناسي مش كل حاجة للنشأة ما بعد الخروج من البيت او قبيل الخروج من البيت في عوامل تانية حتخل البنت دي متسلطة يعني مثلا شخصيتها مقارنة بشخصية خطب شخصية خطبها ضعيفة جدا قدد لها فرصة بقى محدود التفكير جدا ليس له ان يأخذ قرارا في حياته فما صدق لها وحدة عندها قدرات هي اللي بتدير الدفة في كل حاجة فالفرق الكبير بين شخصية الخطيبة والخطيب هتنمو فيها بعد شوية تسلطي الحاكم بأمره برضو عوامل اخرى نوع ومستوى التعليم مقارنة بالخطيب قد يولد فيها نوع بالتسلط المستوى الاجتماعي لأهل وناس غلابة وعلى قدهم وما صدقوا بنت الناس دي قابلت الجواز منهم فده يديها وتبقى مبررة ده لنفسها يعني هتأثر يعني بشكل او اخر عشان كده انت عايز تاخد واحدة تعليمها اعلى منك ومش عايزة متسلطة بتخدها اعلى منك ليه خدت واحدة غنية جدا ومش عايزة تبقى متسلطة ليه هتبقى متسلطة زي ابقى نوع مهم جدا الزوجة او البنت او بعد ما اتجوزت الزوج برا البيت على طول كمان هتبقى حتى ما قبل الزواج ما كانتش متسلطة تبقى هيا هتبقى متسلطة يعني الست اللي بتشيل مسئوليات مش بتاعتها او ازيد من الطبيعي واللازم مضطرة ليها مضطرة ليها لان الزوج سلبي او ده ممكن يخليها الست متسلطة طبعا فرق السنية نانسي يعني احنا الكنيسة لما بنقول دايما الرجل رأس المر وبنقول دايما احنا يهمنا في الزواج المسوابين واتنين في امور كتيرة جدا وان كان هنالك نوع من التميز فينبغى ان يكون للرجل عشان يبقى رأس البيت فالنهار دا لما تبقى البنت اكبر منه بست سبع سنين اللي هرب مقلوب يعني انت متوقع منها ايه فشخصيتها تبقى طغية وقلنا لك قبل كده يا ابني تجنب اللي اكبر منك بسنوات دي هي تقولي لا 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 دا لا بحبي فيه شخصيته كلام بعد سنتين دا تحجلنا وتقولولنا فيه مأساة ففيه اسباب بترجع في سوق الاختيار تؤدي الى تسالة المرأة زاد الاسباب بتاعت النشأة اللي هتوجد تسالة المرأة طيب ب Melissa